هويدا أهلاً السلام عليكم وعليك السلام يا هويدا المهم كريستوف كولومبوس هو طبعاً أنت كنت تتكلم على كريستوف كولومبوس كتير جداً في هو اكتشف أمريكا دي كتبة يعني احنا تعلمنا حاجة في العالم دوت كريستوف كولومبوس انه هو اللي اكتشف أمريكا لكن هو ما اكتشف أمريكا لأنه فينا كتيرة جداً هناك المهم سيرك من الموضوع ده الموضوع اللي نتعيز لست معلم جغرافي عرفتي ف نقول ما نحن إن شاء الله يكتشف القمر المهم كان أتوقع كان الدرس عن تغيير معالم طريق التي يمشي عليها الناس يفتح الله لك وفوق أنا أذكر الحلقة لكن تفضل المهم أنا عندي ولدي بيشب وحدة لكن من جنسية مش مهمة جنسية لكن من ديانة تانية أعرف وهو يعني عايزي خليها في الإسلام لكن بطريقة حبيبة يعني عايزها تحب الإسلام بس أنا بسألك سؤال هي من أهل الكتاب هي هندية هندية سيخ لا لا لازم تدخل في الإسلام علمتي أنت تريد الآن كيف ندخلها في الإسلام هي جدتها و جدها مسلمين لكن أمها وأبوها من السيخ لازم تدخلونا في الإسلام باللتي حسن أشهد ولا إله لله وأنا محمد رسول الله بس نحن عايزي أن أحببها هو عايز أن أحببها في الإسلام هذا اسمعي 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 أنا الآن لو أجلس أخبرك عن نبي صلى الله عليه وسلم 180 سنة وعن أخلاق محمد وعن القرآن صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وعن كل شيء لن تدخلي في الإسلام ما لم تري خلق الإسلام به هذا ما يعتمد على الدين ولا تعليمة هذا يعتمد تشوف في أخلاق المسلمين في ولدك حتى تسأل شو هدين هذا اللي يخليك محترم لهذه الدرجة أعطيك مثال يا أنت معي أيها سمعي يا هو ويدا ماليزيا وأندونيسيا كيف دخلوا في الإسلام ما وصلها سيف لما رأوا تجار المسلمين أصحاب خلقوا دين وما يكذبون وما هم غشاشين قالوا وش هالدين هذا اللي فضلوا على المال فلوس والتجارة وما غشوا وما كذبوا فدخلوا في الإسلام فأنت لما تقول كيف أحببها في الإسلام حتى تدخل هذه البنت للإسلام لأنه والدي يريد زواجها أقول أنا هم عندهم قصص مؤثرة أيضا صح أو لا إيمان عندها قصص مؤثرة أكثر عني صح يا إيمان أو لا كل دين عندها قصص مؤثرة وكل دين عندها عجاز مؤثر كل دين لكن تطبيق الدين هذا اللي يدفع الناس للإيمان فخلي ولدك إذا شافتوا هذه تقول أنا ما حبيتك لا لمال أنا حبيت خلقك أنت جنت المال بإخلاقك والله شو اللي يأمرني والله أنا مسلم هذا ديني أمرني كيف أصبح مثلك أدخلي في الإسلام هنا الأمور طيبة أما مش أدخل في الإسلام ولا أقطع راسك أدخل في الإسلام ليه أنت في النار حطب جانب وذا ما أقدر لا خلها ترى لا أحنا مش عايزين يا شيخ إحنا مش عايزينها تدخل غضبا عنها أنا أعلم أنت تريدي بحب خلها تشوف الإسلام فيك وفي ولدك أيوة بس أصبر عليها شهر شهر شوفي إذا شافت أخلاق طيبة منكم وإحترام الضيف يعني أنت مثلا لما تتضيف وكذا والله إحنا دينا بأمرنا إكرام الضيف تقول شو هذا الدين هذا دينا ينهانة عن الكذب هي تقول وش هالدين هذا تدخل أما مش أنت تشوفك لسانك الطويل وفلانا 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 تقول أدخلي في الإسلام ولا ترى كذا لا الحمد لله مثلا أو تشوف ابنك مثلا يتعطى حشيش ويقولك والله الديننا حلو لا الحمد لله رب العالمي يا أولادي الحمد لله أنا أقولك مثلا مثلا هي تقتنع بالله عليك بتقتنع لو شافت ابنك يتعطى ولا يشرب ولا كذا وقلها والله دخل في ديننا ما تقتنع فإجعلي برافو عليك إجعلي ترى خلق الإسلام بولدك وفيك لا أنا مش ممكن أن أنا أوريها حاجة وأوريها حاجة ثانية يعني ده الغش والخداع أحسنت نعم اقتنعتي يعني أنا الحمد لله رب العالمين أنا متزوزة راقل يعني سبحان الله الحمد لله ربكنا دازعني براقل يعني المهم يا أهويد الله يحفظ لك زوجك اقتنعتي أقتنعت تبعا أقتنعت تبعا 100% هذا اللي أريد أنك تقتنع بالكلام الله يسعدك ودعينا عليك الله الله يسعدك ويشرح صدره للإسلام قول يا أمين اللهم أمين يا رب العالمين دعي الأولادي عليك الله الله يسعدهم ويوفيك شكرا الله يخليك الله يبارك فيك السلام عليكم يا مرحبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة